حذرت وزارة الخارجية الروسية في بيان رسمي تركيا من اي تصريحات استفزازية بخصوص تطورات الوضع في سوريا لافتة الى ان هذه التصريحات من شأنها ان تصاعد التوترات في ادلب في غضون ذلك شددت السلطات التركية الاجراءات الامنية حول سفارة موسكو في انقرة بعد التهديدات التي تلقاها السفير الروسي على خلفية تفاقم التوتر في ادلب وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين تتزايد الضغوط على العلاقات الروسية التركية مع ارتفاع وطيرة المواجهات في محافظة ادلب شمال غربي سوريا وفي جديد جولة الاتهامات اعتبرت وزارة الدفاع الروسية ان نجاحات قوات النظام السوري في ادلب سمحت بانشاء منطقة امنة هناك تنص عليها مذكرة سوتي بعد ان فشلت تركيا في تنفيذ البنود ذات الصلاة بالمذكرة روسيا بدورها اتهمت تركيا بعدم التزامها باتفاقياتها مع موسكو بشأن سوريا ومفاقمة الوضع في محافظة ادلب حيث حققت قوات النظام مكاسب في حملتها للقضاء على اخر معقل لمسلح المعارضة في الحرب المستعرة بالبلاد منذ تسع سنوات الهجوم غذى العنف في ادلب الواقعة على الحدود مع تركيا الامر الذي تسبب في فرار الاف المدنيين وتدخل الجيش التركي الذي خثر 13 جنديا في قصف سوري خلال الايام الماضية وفي واحدة من اقوى الاشارات حتى الان على ان سوريا تضع العلاقات بين موسكو وانكارا تحت ضغط متزايد اتهم الكريملين ووزارة الخارجية والدفاع في روسيا اتهموا تركيا بسوء النية وعدم الوفاء بتعهدها بتحييد المسلحين التابعين لها في ادلب معتبرين ذلك امرا غير مقبول